المجتمع الدولي زي ما كنت بقول هتجد ايضا انه المصدر رفيع المستوى بيقول كالقاتي بيقول ان المجتمع الدولي يجب ان يتحمل مسئوليته من ايه وركزه في الجملة اللي جاية خطورة تفجر الاوضاع الامنية فين على الحدود المصرية مع قطاع غزة ومحور فلادلفيا المصدر الامني ما قالش على الاراضي الفلسطينية قال الخط الحدودي خلي بالكم قد تاني قد تالت قد تتفجر الاوضاع فالمصادر المصرية رفيعة المستوى بتحذر وبتطلب من المجتمع الدولي انه يتحمل المسئولية وفورا لانه ده مش بس متعلق بالاوضاع الامنية بالحدود ده هو كمان متعلق بكل المصارات المتعلقة ايضا بتدفق المساعدات الانسانية يعني احنا هنا بنتكلم على خطورة مزدوجة تفجر اوضاع مزدوجة تفجر اوضاع على الخط الحدودي ما بيننا وما بين فلسطين وتفجر اوضاع ايضا في مسألة تدفق المساعدات الانسانية مصر بتتعامل مع الملفين باعتبارهم ملفات امن قومي سواء اذا كان تدفق المساعدات فهو بالتأكيد لاجل الفلسطينيين وهو امنهم القومي وامننا القومي خلاص طيب اللي بتعمله اسرائيل او اللي بيعمله العدو بالتأكيد قد يتسبب في تفجر اوضاع لا يستطيع احد التحكم فيها فيما بعد بس